تميزها قطاع الطيران في مملكة البحرين لسنوات طويلة منذ تأسيسه وريادته لهذا القطاع على مستوى المنطقة بالخبرة والتطور والاحترافية وهو نتيجة لمراحل التطور والقفزات النوعية التي حققها بفضل الدعم والرعاية المستمرة من قبل القادة والمسؤولين على مر التاريخ يمتد تاريخ مملكة البحرين في مجال الطيران المدني لسنوات طويلة فمنذ بدايات القرن الماضي شهدت البلاد محطات رئيسة مهمة أكدت خلالها ريادة المملكة في مجال الطيران في منطقة الخليج بشكل خاص والمنطقة العربية بشكل عام ويعد مطار البحرين الدولي اليوم أحد أفضل المطارات في المنطقة لدوره المحوري في ربط الشرق بالغرب ولما يوفره من أحدث المنشآت والمرافق والتكنولوجيا الحديثة لضمان أمن وسلامة الطائرات وتوفير سبل الراحة والرفاهية للمسافرين عام 1918 عام تاريخي في مجال الطيران في البحرين إذ هبطت أول طائرة ضمن رحلات المسافات الطويلة وكانت رحلة استطلاع لسلاح الجو الملكي في رحلة مسح من لندن في طريقها إلى كالكتا بالهند لحقها بعد ذلك وصول أول رحلة للخطوط الجوية الإمبراطورية المحدودة في عام 1927 مملكة البحرين أولى الدول الخليجية التي أنشأت مطارا بحريا في عام 1937 المعروف في ذلك الوقت باسم مطار البحرين البحري وشغلت خدمات المطارات المائية تحت إدارة شركة الخطوط الجوية الإمبراطورية المحدودة في عام 1962 افتتح صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه مبنى المطار الجديد الذي كان قد وضع حجر أساسه في وقت سابق وبعدها بدأت شركة طيران الخليج في عام 1963 تقديم خدماتها حيث عرفت سابقا باسم جولف أفييشن لينتقل مجال الطيران في مملكة البحرين إلى مرحلة متقدمة في ذلك الوقت وسرعان ما تحول مطار البحرين إلى محطة استراتيجية لمختلف شركات الطيران حول العالم وبات نقطة التقاء اقتصادية وثقافية مهمة شكلت سمعة مرموقة للمملكة في هذا المجال حيث بدأت مسيرة حافلة في التطور والتجديد المستمر طالت مختلف مرافق الطيران من خلال توسعة المشاريع وافتتاح المباني والمرافق المتطورة إلى أن شهدت المملكة آخر حدث مهم في افتتاح مبنى المسافرين الجديد في عام 2021 بحضور ورعاية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ! بحضور وحفظه الله ورعاه حفظه الله ورعاه الإسطcat مع أمريك اشتركوا في القناة